بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة باللسان يفقه قولي أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجنا الأسبوعي المتجدد الملاحم والفتن في المشرق الإسلامي في هذه الحلقة سنتكلم عن فتنة فتنة ظهرت في المشرق ألا وهي فتنة الشيوعية والمجازر التي قامت بها الشيوعية بحق المسلمين في الشرق الإسلامي هذه الفكرة فكرة الشيوعية هي تقوم على أساس فكرة الإلحاد فكرة إنكار وجود الله عز وجل فكرة أن المادة هي الأساس وهي كل شيء وهذه الفكرة ظهرت على يد ماركس في ألمانيا 1883 وإنجلس 1895 وتجسدت في الثورة البلشفية 1917 في روسيا عندما تمت عملية انقلاب على القياصرة وقد تم إعدام القيصر وجميع أفراد أسرته وحاشيته ثم قام بعد ذلك لينين 1924 ووضع الشيوعية موضع التنفيذ ثم جاء استالين 1954 والذي تابع المسيرة كارل ماركس والده كان يتبرأ منه كان يعيش في الأزقة دائم الدمار لاحظ وهو صغير مجرم دائم الدمار في وجهه دائما القروح الجروح بسبب كثرة المشاكل التي كان يقوم بها كان سكير لا يصحو وتزوج ورزق بطفلتين انتحرتا البنتان قامتا بالانتحار كان دائم الهروب من الشرطة لأنه كان مطلوب علي قضايا كثيرة جدا هذا اللي هو ماركس الذي أنشى الحركة الشيوعية التي كفرت الملايين طبعا ماركس يعود أصله إلى اليهودية ولذلك وهو حاقام يهودي ويعترف بلسانه لأنه الذي قام بالشيوعي ونشرهم اليهود وكان ركز على أربعة أظهروهم كعلماء ماركس على أساس الاقتصاد المادة المال فرويد الجنس داروين إنكار النشأة الأولى خلق الإنسان ودور كايم في علم الاجتماع كان يعترف بلسانه أنه على صلة دائمة بالفيلسوف اليهودي الصهيوني موشيه صاحب كتاب الدولة اليهودية الذي ألف والذي كانوا يعملون من أجل إعادة الدولة اليهودية إلى سالف عصرها كما كانت في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام بذلك وضع فكرةه وفكرة الشيوعية في كتاب سمى رأس المال الشيوعية العربية تمتاز بالإلحاد والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن قبائل من العرب سترتد عن الإسلام وقد ارتدت قبائل من العرب عن الإسلام وخاصة في فترة الستينات عندما ظهرت الحركة الشيوعية في العالم وبدأت تعيث الفساد فدول عربية كثيرة جدا طبقت المبدأ الشيوعي الاشتراكي كما يقولون ولذلك عندنا ألفوا كتاب هذا كتاب مجموعة من العلماء من الكتاب الملحدين ألفوا كتاب اسمه سفر الإلحاد يتكون من سبعمائة صفحة من أجل الترويج للإلحاد وكان الاتحاد السوفيتي السنويا يقبل آلاق مؤلف من الطلاب العرب للدراسة في الاتحاد السوفيتي مجانا مقابل أن يتحولوا إلى الشيوعية وليكونوا رسلا لنشر الشيوعية في البلاد العربية اعتبر هذا الكتاب أن المسيحية خلاف الديانات السماوية الكاملة أنها تصلح للبشرية جمعا بحجة أنها لم تأتي إلى جنس معين إنما جاءت للبشرية جمعا ونسوا وتناسوا الإسلام الذي قال الله عز وجل يا أيها النبي إن أرسلناك رحمة للعالمين كافة للعالمين قل يا أيها أني رسول الله إليكم جميعا لذلك قامت قامت سبب طبعا ظهور الشيوعية كان الصراع الصراع فيما بين الطبقة الرأسمالية وطلأ طبقة العمال لبلوريتاليا هذه الصراع الذي أدى إلى مزيد من المشاكل في أوروبا جعلت الناس يتهيأوا إلى التخلي محاولة التخلص من الرأسمالية لعلهم أن يعيشوا حياة مستقرة ولذلك بسبب الاستبداد بسبب الطغيان بدأت الشيوعية بالانتشار وظهرت حركة الإلحاد وحركة العلمانية والشيوعية وهذه كلها بدأ إلها دور كبير جدا في الانتشار فيما بين الناس أما أهم الأفكار التي نادت بها الشيوعية فهي إنكار وجود الله عز وجل لا إله والحياة مادة هذا الشعار الشيوعية القول بأن المادة هي أساس كل شيء المادة هي الأساس فسروا التاريخ كل تفسير مادي يعني الدين ليس له أي أثار الأخلاق ليس لها أي أثار هذا كله فقط الآن عبارة التاريخ حتى يتطور مع المادة وحاربوا الأديان وركزوا على أن الدين أفيون الشعوب هذا قد ينطبق على بعض الديانات أما على الإسلام فالدين هو محرر الشعوب وما كان الإسلام في يوم من الأيام مخدر للشعوب إنما كان الإسلام دائما هو محرر الشعوب اليوم ظهر عندنا بعض الناس في العالم الإسلامي شروهم بثمن بخس يروجون للحكام هؤلاء يعبرون عن أنفسهم ولا يعبرون عن الإسلام فالإسلام منهم بريء مثل ما طلعت شعارات ببعض الدول العربية لا تفكر فالدولة تفكر عنك يقولون الآن عن الحاكم وإن زنى وإن سرق لا يصح لك أن تعترض عليه هذا الدين أفيون الشعوب عند هذه الفئة الضالة البعيدة عن فهم الإسلام لأن الإسلام ما كان في يوم من الأيام إلا هو محرر الشعوب هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور اعتبروا الدين خادم للرأسمالية والإمبريالية حاربوا الملكية الفردية وهذا لما حاربوا الملكية الفردية حسب القاعدة الموجودة عندهم من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته أدى إلى انتشار الكسل وقلة الإنتاج لأن الإنسان إذا كان يعمل من أجل بطن فقط لا يصح له أن يدخر لا يصح له أن قال لماذا أعمل فلذلك بدأ الإنتاج اضطر الاتحاد السوفيتي في آخر أيامه أن يبيع ربعين طون ذهب من أجل شراء القمح هذا موجود عندهم عندهم المبادئهم لا ثواب ولا عقابة في الآخرة في غير الدنيا الدنيا يوضع في السجن في الدنيا يتم تنفيذ الإعدام في أما في الآخرة الشيعي يقولون لا حساب ولا عذاب في الآخرة من العقائد أو من القضايا التي ركزوا عليها الغاية تبرر الوسيلة وهذا شعار العالم الغربي حتى أخذوه اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدق الناس إذا كان هدفهم احتلال بلد فيمكن من أجل إرساء الأمن لصالحهم أن يبيدوا عدد هائل جدا ممكن يبيدوا ثلاث أرباع الكرة البشرية من أجل انتشار الشيوعية الإنسان نتاج المادة هذا كله لذلك اعتبروا نؤمن بثلاثة بماركس ولنين واستالين ويكفرون بثلاثة الدين الله الملكية الخاصة هذه فتنة الشيوعية التي نشروها واعتبروا أن أصل الأشياء كلها الطبيعة ولا يوجد شيء سابق للطبيعة ولذلك هذا عندهم فكرة ركزوا عليها أنه لا مانع من إهلاك ثلاث أرباع البشرية يعني خمس وسبعين أو خمس وسبعين بالمئة من أجل أن يصبح الربع الباقي شيوعيا ولذلك رح نتكلم بعد شوي عن المجازر التي قامت بها الشيوعية أينما حلوا في أي مكان من الأماكن التي حلوا فيها والحمد لله رح نتكلم عن انهيار الشيوعية من وسائل الشيوعية اللي نشرها ركزوا على تشجيع الإلحاد عن طريق الكتاب واليوم منعرف إحنا في عندنا كتاب بكل الدول في عندنا كتاب التدخل السريع ضع في جيبه مبلغ من المال يغير المبادئ والقيم تحرث عليه كما تشاء لأنه أصبح مثل كمثل الدابة لا أقل ولا أكثر فلذلك ركزوا على الكتاب الذين ينشرون الإلحاد ثم ركزوا على الحيلولة دون قيامي أي حركة حركة إسلامية ولو كانت ضعيفة ولو كانت ضعيفة وشوفوا الحرب الآن على الإسلام على الحركات الإسلامية في العالم في العالم كله هذا مبدأ من مبادئ الشيوعي لابد من محاربة الحركات الإسلامية هذا في بلاد الاتحاد السوفيتي وغيرها المناطق التي يصلون إليها حتى لا تقوم لهم قائمة ولو كانت حركة ضعيفة هدم الدين باسم الدين وهنا بدأوا يركزوا على أساس تشويه صورة العلماء التنفير من الدين واعتبارهم ووصفهم هذا رجال دين متخلفين متعصبين تشويه صورة العلماء العلماء المسلمين أنشأوا مجموعة من الجمعيات لمحاربة الدين مثل جمعية اتحاد من لا إله جمعية اتحاد من لا إله جمعية نشر المعلومات السياسية على أساس ينشروا أي قضية هم بحاجة إلها ماكي طبعا الشيوعي مرت فترة تواجدت في الاتحاد السوفيتي وبعدها جاء ماوسي تونغ اللي حكم الصين وقبل أن يموت ماوسي تونغ قال أنا مؤمن بالله أنا مؤمن بالله والفطرة تقوده إلى الإيمان بالله لا يمكن للإنسان مهما كان جبارا إلا أن يتواضع لله في لحظة من اللحظات وهذا ما كان يحصل مع ستالين عندما أثناء الحرب العالمية الثانية عندما طلب من رجال الدين سواء كانوا مسلمين أو يهود أو نصارى أن يدعوا لهم بالنصر على هتلر في ألمانيا طبعا انتشرت عندنا أحزاب شيوعية في العالم العربي وانهارت في العالم التي نشأت فيه وما زالت الأحزاب العربية تدافع عن الشيوعية طبعا عندنا في الإسلام حكم الشيوعي هو كافر مرتد لأنه خرج من الملة خرج من الإسلام من الأقوال التي قالوا فيها قال ملتوف لن تنتشر الشيوعية في الشرق إلا إذا أبعدنا أهله عن تلك الحجارة التي يعبدونها في الحجاز وفلسطين كناية عن الكعب المشرفة والمسجد الأقصى المبارك إذا أبعدناهم عن التوجه إلى الكعبة والمسجد النبوي والمسجد الأقصى يمكن أن يتحولوا إلى الشيوعية قولت باتشوف نفس الطريقة ذكر في كتاب إعادة البناء والضحوان آخر أيام متكلم عن العيوب الموجودة في الشيوعية وأنها لا تستطيع الاستمرار رحم الله علمائنا الدكتور عبدالله عزام وسيد قطب الذين قالوا إن الشيوعية لن تستمر إلى نهاية القرن العشرين وقبل القرن العشرين انهار الاتحاد السوفيتي وانهارت المجموعة الشرقية من ألمانيا الشرقية جوزوغلوفاكيا هذه الدول كلها انهارت الشيوعية فيها وتحولوا منها إلى الرأسمالية لأن بعدما طبقوها لسنوات طويلة وثبت فشل تطبيق الشيوعية في تلك المناطق أما الآن فلا بد أن نتكلم عن جرائم الشيوعية الشيوعية بلاء أينما حلوا يحرقون الأخضر واليابس بعد نجاح الثورة البلشفية توجهوا إلى استمالة المسلمين حاولوا أن يستميلوهم بحكم أن الحكم القيصري في روسيا كان يعتدي على المسلمين وكان يعذبهم ويضيق عليهم وقتل عددا كبيرا منهم ولذلك وجهوا نداء الشيوعية الثورة البلشفية وجهوا نداء للمسلمين عام 1917 شو قالوا فيه قال إن إمبراطورية السلب والعنف والرأسمالية اللي قياصرها يعني تشتعل نارا توشك أن تنهار والأرض التي تستند عليها أقدام اللصوص الاستعماريين تشتعل نارا وفي وجهة هذه الأحداث الجسام نتجه بأنظارنا إليكم يا مسلمي روسيا والشرق لاحظ التوجه إلى المسلمين روسيا والشرق ليقفوا معهم وسنرفع عنكم الأغلال التي كانت عليكم وعندما قام المسلمون بالثورة وبعد انتهاء القضاء على الحكم القيصري توجه هؤلاء إلى قتال المسلمين وارتكبوا المجازر التي يندى لها الجبين على يد الاتحاد السوفيتي اللي هم الشيوعيين أعلنت كثير من الشعوب الإسلامية لاستقلال عن الدولة القيصرية الحكم القيصري لكن لما تمكنوا انقلبوا على المسلمين وجهوا لهم القوة تل والقوة الجيش الأحمر ليسحقهم وهذا كما حصل وقام الثورات للمسلمين ثورة الشيخ شامل انظروا إلى الثورات التي قامت في الشيشان هذه كلها قامت ولكن استطاعت الشيوعية أن تخمدهم إلى فترة من الفترات أنا أريد الآن أتكلم عن بعض النماذج من جرائم الشيوعية الإبادة الجماعية كانوا يبيدوا الإبادة الجماعية للمسلمين من الشعب حاولوا إبادة الشعب نخلوش إلى قسم من الشعوب نفوهم إلى سيبيريا درجة الحرارة التي تصل إلى عشرين ثلاثين أحياناً أربعة وخمسين تحت الصفر كانوا يشحنون المسلمين بالقطارات الشحن بعضهم فوق بعض قسم يموت داخل القطار يختنق قسم كانوا هجروهم ماشي وكان قسم كبير منهم يموت لذلك ذكر يقول اللي هو البروفيسور روميل في كتاب الموت عن طريق الحكومة ما يلي قال قتل نحو مي وعشر مليون شخص من الأجانب والمحليين بسبب الإبادة الجماعية الشيوعية من عام ألف وتسعمائة سبعتاش إلى ألف وتسعمائة سبعة وثمانين هذا كتاب الموت عن طريق الحكومة مي وعشر مليون عدد الذين قتلوا سواء من النفس الشعب أو الأجانب أو المسلمين اللي موجودين في على يد الشيوعية استالين ذكر عبارة قال استالين نفى شعب الشيشان هذه عندنا الآن في الأردن الشيشان ليش جاء الشيشان والشركس إلى الأردن فروا فرارا من الحكم الشيوع الذي قتل قسم كبير منهم فجاءوا إلى بلاد الشام واستقروا في هذه البلاد وكان يعني قسم منهم علماء فنفوا شعب الشيشان إلى سيبيريا ومات نصفهم بسبب الهجرة والبرد والجوع وارتكبوا أفضع الجرائم فيهم أما بالنسبة لبوتين فقد دمر الشيشان وحرقها وشرد أهلها ورمل نساءها هذا بوتين الآن اللي ما زال لغاية اليوم يحكم في الهياء روسيا ونصب عليهم عميلا منهم لينفذ أجندة روسيا القيصرية عام 1921 أباد الروس مئة ألف مسلم في القرم جوعا وأرغموا خمسين ألفا على الهجرة أو يحتلوها شيء في جزيرة القرم طمسوا المعالم الإسلامية المساجد المدارس المعاهد الشرعية اللي كانت منارات علم أنشاءها المسلمون طمسوا طمس كانوا يدقون المسامير في رؤوس المسلمين حتى يصل إلى الدماغ ثم يحرقونهم بالنار هذا من جرائم الاتحاد السوفيت من جرائم الاتحاد السوفيتي كانوا يلبسون مخوذات معدنية ثم يوصلونها بالكهرباء من أجل صعقهم صعق المسلمين قتل الخمير الحمر من مئة إلى خمسمائة ألف مسلم من أصل سبعمائة ألف مسلم في كمبوديا من سبعمائة قتلوا من مئة إلى خمسمائة ألف مسلم كانت عمليات إبادة محاولة ألا يبقى من المسلمين أحد في تلك المناطق أما مجازرهم في تركستان فحدث ولا حرج قتل الشيوعيون في تركستان عام ألف وتسعمائة أربعة وثلاثين مئة ألف مسلم مئة ألف قتلوا أعضاء الحكومة العلماء الأعيان وجهاء المنطقة التجار إبادة كاملة عام سبعة وثلاثين إلى تسعة وثلاثين ألقت روسيا القبض على خمسمائة ألف مسلم أعدمت عدد كبير جدا منهم والباقيين نفتهم إلى سيبيريا إلى البرد القارص حتى لا تقوم لهم قائمة عام ألف وتسعمائة وخمسين قتل الشيوعيين سبعمائة مسلم ومن أهل تركستان وعام ألف وتسعمائة أربعة وسبعين قتلوا ثلاثمائة ثلاثمائة ألف مسلم لو كان القتل في غير المسلمين لتحرك العالم كامل لو قتل خمسة من غير المسلمين لقامت الدنيا وما قعدت لكن هؤلاء لأنهم مسلمون عمليات قتل عام تسعة وأربعين هرب من تركستان ألفين مسلم مات منهم ألف ومئتين أثناء الفرار بالطريق جوعا عطشا عام ألف وتسعمائة وخمسين هرب من تركستان إلى البلاد الإسلامي ميتين ألف ميتين ألف نفت روسيا إلى أوكرانيا أربعين ألف مسلم تهجير شوف عمليات تغيير الديمغرافي كما يحصل الآن ما كما حصل مع اليهود في فلسطين لما هجروا المسلمين من فلسطين وكما حصل في العراق وما حصل في غيرها وكما يحصل الآن تفريغ مناطق كثيرة جدا في الشام من آلية هذا كله سياسة قديمة وإلها دور كبير جدا في تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين عام ألف وتسعمائة واثمين وثلاثين إلى أربعة وثلاثين مات ثلاث مليون مسلم في تركستان بسبب الجوع حيث قام الاتحاد السوفيتي الشيوعية بمصادرة المحاصيل لم يبقوا عندهم شيء فماتوا من الجوع دوابهم ماتت جوعا رجالهم ونساء وأطفالهم ماتوا جوعا حيث تمت مصادرة جميع الأموال الأطعمة الأغذية الموجودة عندهم كاملة وفي عام ألف وتسعمائة واحد وخمسين ألقي القبض على ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وخمس وثلاثين مسلما من تركستان وتم سجنهم إداحهم في السجون حتى يموتوا داخل السجون هذه جرائم ارتكبها الشيوعيين في تلك المناطق أما مجازرهم في شب جزيرة القرن فحدث ولا حرج شب جزيرة القرن هي شمال البحر الأسود وهي جزء من أوكرانيا احتلت روسيا واستالين هجرت تتار إليها من بلادهم الأصلية ومن آسيا الوسطى هجرهم إلى تلك المنطقة وإلى سيبيريا الروس كان الروس يرون ويعملون القتل فيهم يمعنون في القتل ولجأوا إلى طريقة أخرى وهي هدك الأعراض وهذه وسيلة سنتكلم عنها عندما نتكلم عن الدولة الصفوية التي بحاجة إلى ثلاث حلقات والجرائب التي قامت بها الدولة الصفوية التي يندى لها الجبين والله ما قامت به يفوق ما قامت به ما قام به هولاكو وراح نتكلم عن هولاكو بثلاث حلقات بإذن الله عز وجل كانوا يقومون بعملية اختطاف الأطفال المسلمين وتنصيرهم ارتكبوا الجرائم التي عند لها الجبين يعني لم يبقوا وسيلة من وسائل الإجرام إلا وسلكوا أيها الإخوة والأخوات إلى لقائنا القادم نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا